مرحبا أصدقائي أعطيكم العافية أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في E-Cigarettes Only معنا اليوم سيجارة جديدة اسمها Glory من شركة Sigley هذه السيجارة وصلتني من الشركة لغيات عمل review عليها أنا استخدمتها خلال الأسابيع الماضية ورح نحكي اليوم عن مواصفات وعيوب هذه السيجارة هلأ هذه علبة السيجارة مثل ما أنتم شايفين بهذا الشكل تفتح بهذا الشكل وانشعار شركة Sigley هلأ هذه السيجارة مثل ما أنتم شايفين بهذا الشكل طبعا نرفع هذه القطعة تكون هون في عنا العلبة اللي فيها الكتيبات فيها user manual فيها warranty هلأ هذه الإشارة من شركة Sigley Pass اللي هي الاختبارات انه هذا الجهاز تخطى الاختبارات الخاصة بالشركة هلأ برجع للعلبة العلبة العلبة بيجي فيها بودين مثل ما أنتم شايفين هذا البود اللي أنا استخدمتها خلال الفترة الماضية هلأ أصدقائي البود بيركب به الجهاز من خلال مغنطيس تمام بيركب كثير كويس ماسك كثير كويس هلأ الميزات العامة لهذا الجهاز الجهاز بيحتوي على بطارية 450 ميلي أمبير القدرة اللي بيعطيها الجهاز بين 3.3 فولت لأربعة فولت يسحب بنظام السنسور مثل ما تشوفوا ما في أي كبسات على الجهاز تسحب مباشرة ننتقل للبود البود ساعته 2 ميل الكويل بالداخل 1.2 اوم يتعبى بالجزء العلوي بتفك القطع العلوية لهذا الشكل ويتعبى من خلال هذه الفتحة اللي على اليمين اللي شايفينها وارجع بالسكر بنفس المنطق بيركب الغطاء ما تم انتم شايفين البود لما انت تركبه بالجهاز الجهاز بيعطي ضو انه يتعرف على البود وبيعطي فيبريشن بيهتز الجهاز نفسه شوف كيف بيهتز الجهاز عشاس انه مسك البود وهذا الاهتزاز برضه له فوائد ثاني هلأ بعد شوية بنحكي عنها الضو هذا المؤشر لما تسحب برضه بيضوي ولما تركب البود بيضوي اذا ضو ضو الأخضر بتكون بطارية فوق الستين بالمئة اذا ضو أزرق بتكون بين ستين وعشرين بالمئة واذا أحمر بتكون تحت العشرين بالمئة والجهاز بحاجة لشحن هلأ أصدقائي نسحب مرات شوف كيف السحبة شوفوا كيف صوت الجهاز وأداؤه مثل ما انتو شايفين طبعا الجهاز بيعطي كمية دخان كثير كبيرة ونكهة جدا رائعة هلأ ننتقل للميزات اللي بتميز هذا الجهاز هلأ الميزات الخاصة فيه ليس العامة العامة حكينا عنها النكهة اللي بيعطيه هذا الجهاز جدا نكهة رائعة خصوصا على جوسات التوباكو أنا بستخدم جوس الفي سي تي وهو مش يعني من الجوسات اللي صعب أي جهاز يعطيك النكهة الكاملة لهذا الجوس هذا الجهاز أعطى نكهة جدا جدا رائعة على هذا الجوس كمية الدخان اللي بتطلع مثل ما انتو شفته جدا جدا رائعة كمية كبيرة استجابة السنسور عند السحبة جدا رائعة يعني ما بتحس فيه فراغ ما بتحس فيه تأخير مباشرة لما انت تسحب بيعطيك الميزة الأخرى اللي هو شكل الجهاز مثل ما تشوفوا شكل الجهاز جدا أنيق ما فيه أي كبسات ما فيه أي مشاكل منظره حلو مسكته حلوة يعني ما فيش أي شيء يعيب الشكل الخارجي أنا بالعادة بحكي عن اللي هي المدخل الشاحن اللي بالأسفل يعني نعتبره واحد من العيوب ولكن أداء الجهاز جدا جدا رائع بالنسبة لشكله مثل ما بتلاحظوا ما فيه أي شيء الضو الإيدي اللي بضوي مكانه جدا رائع الإشارة هذه اللي عاملينها جدا بتعطي الجهاز طابع راقي هيك جدا جميل فيه ميزة أخرى اللي هي ميزة الرجاج هذا الفيبريشن اللي حكينا عنه لما أنت تركب البود برج كمان الجهاز إذا أنت سحبت عليه 12 سحبة خلال 10 دقائق برج بحكي لك أنت دخنت كثير هدي أمورك روق معنا فـ 12 سحبة خلال 10 دقائق برج الجهاز عشان يحكي لك أنه أنت دخنت زيادة هلأ بننتقل له عيوب الجهاز عيوب الجهاز العيبة الأول هي سحبة نوعا ما واسعة يعني بالمقارنة مثلا بجهاز الكاليبر من شركة يويل تقريبا نفس الشيء تعتبر السحبة واسعة بالمناسبة أنه الجهاز معي نقارنة جهازين بعض تشوفوا كيف حجمه طول الجهاز يعني تقريبا نفس الطول لكن الشكل جدا بيختلف فالسحبة نوعا ما واسعة فيه سبيت باك خفيف يعني كل يوم لازم أدخل فايني هون أنظف المنطقة الكويل من الداخل بتحصل مثل ما حكيت لكم سبيت باك خفيف خصوصا لما البطارية تنزل لما يضبط ضو الأزرق بتحس أنه جهاز أدائه شوي خف عشان هيك بتزيد كمية السبيت باك البطارية 450 ميلا أمبير يعني يادو بتكفي معك النهار رح نحكي من الصبح للمغرب ممكن تحتاج شحنة حجم البطار 2 ميل يعني مش الحجم الكبير رح تحتاج تعبي على الأغلب مرة أو مرة ونص باليوم وهيك بشكل عام أو بشكل خاص هذه العيوب اللي هذا الجهاز موجودة فيه وهيك أصدقائي بنكون حكينا عن جهاز غلوري من شركة سيقلي بشكل عام صراحة هذا الجهاز جدا جدا رائع أنا على صعيدي شخصي عمالي بستعمله وصر لي تقريبا أسبوعين مثل ما حكيت لكم ولسه لغاية اللحظة بستعمله بغض النظر عن العيوب اللي موجود فيه يعني موضوع الإيرفلو أنا بتلاحظوا هذي فتح الهواء بسكر عليه منه ما أسحب فبعطيني الشيء اللي أنا بديه النكهة جدا جدا رائع اللي بيعطيها هذا الجهاز بتمنى أنه تكونوا أصدقائي استفدتوا من هذا الفيديو يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر